مدينة الصامدة الناس الكارم هذه المعلامة التي نرى فيها أمامنا وهي المسجد القديم أو ما يطلق عليه بالمسجد العاتيق هذا المسجد كما قال لي والدي وكما قال أناس آخرون بأنه بني في عشرينيات القرن الماضي كان في الأول من غير السومعة يعني ما كانتش فيه السومعة هذا المسجد كان مسجد بناء كذلك قال لي والدي بأنهم كانوا يقرؤون القرآن فيه عندما كانوا صغيرا كانوا يقرؤون القرآن قال بأنه جاء في يومين من الأيام كان واحد البناء حاول أنه يبني هذا المسجد ولكن ما كان منهش الصومعة بنانهم الصومعة ولكن ما كان منهش خلها يعني في النصف حتى جاء المرحوم المعلم بعياد والذي أشرف على بناء المسجد رحمه الله وهو هذا المعلم بعياد من أبناء مدينة عين بن أبطر ربما لا أعرف أنا ما عندي ما عنديش معلومات عليه فقط من والدي استسقي بعض الأخبار قال لي بأن هذا المسجد صلوا فيه وحدة يعني في واحد الجمعة من رمضان المبارك تم أفتاد حوف وتم أول شخص اللي رفع الآدن دياله وهو السيء بالرابح هذا السيء بالرابح كان مؤدن للمسجد العتيق أو المسجد القادم وتوفي رحمه الله في الثمانينات كان له صوت قوي كما قال والدي قريب أنه كان عنده واحد صوت قوي كانوا تسمعوه في نواحي المدينة مثلا قال لي أبي في سهب الحرمال كنا نسمعو الصوت ديال الآدان كذلك الناس ديال أولاد قدور كذلك الناس ديال الفقراء كذلك كل الناس كانوا يسمعون الصوت دياله لأنه كان المسجد الوحيد اللي كي يأدن في المدينة كانوا الناس يصلي يعني على الوقت ديال هذا الآدان كانوا يفترون في رمضان على صوت الآدان حين لم يكن لا كهرباء ولا ولا مسمعات أما الآن الحمد لله مدينة تزخر بالمساجد اللهم يزيد وبارك كان هذا المسجد في سنة 1982 تعرض للهدم أو سقط الجزء الأمامي منه في فجر سنة 1982 سقط على المصلين في صلاة الفجر وكان من بين الشهداء الذين استشهدوا في هذا المسجد السيد الحاج تومي بخ الخال رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان يا رب كذلك السيد بوجمع بن هلو كذلك هو أصيب إصابة بليغة دس إلى وفاته بعد شهر أو أيام من سقط المسجد جاء من بعد كذلك بعض الأئمة التي لازلت أذكرهم وهما السيد عبد الرحمن التايك وكذلك السحمد الرزقي رحمهم الله السحمد الرزقي الذي كان يدرسون القرآن الكريم اللهم مرحمه يا رب أتمنى أخوتي أن أكون قد ساهمت ولو بشيء قليل في التعريف بهذه المعلمة التاريخية نشكر كذلك كل من أعطاني معلومات من الإخوة والأخوات الذين ساعدوني بالمعلومات كذلك أتمنى من الإخوة أن تشتركوا في قناتي وأن تشاركوا هذا الفيديو حتى تعموا الفائدة ويتعرف الناس على هذه المعلمة التاريخية وشكرا لكم إخواني أخوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة